حتنباش الخضار و الفك أنا ما عنديش أزمة في الخضار و الفك أنا عندي اكتفاء ذاتي وبنصدر ما يزيد عن السبع مليون طن ولكن يعني للحديث اللي قاله متى بيه واخوية الدكتور عبد العزيز بقية إحنا كنا بنستورد بعض متخلات الانتاج مستلزمات الانتاج وكانت الشركات العالمية بتسق في المستورد اللي بيجيب من برة وبتدي له قرض حسن يدفع عشرة في المية والباقي لما تخش البضاعة ويسوقها ويبيحها ويوزع زي تقوى البطاطس مثلا زي البزور زي الأسمدة كل ده والمبيدات كل ده بيخش مصر عن طريق الاستراطيب كان موجود عندنا قبل اعتماد المستنى دي كان فيه سهولة ويسر دكتور عزيز عايز يجيب فراخ أو يجيب متخلات الانتاج أو يجيب مصرات أو لقاحات كان بيجيبه يستورد وبدون أي ضوابط بل بالعكس الجهة اللي بتدي له المتخلات الانتاج ومستلزمات الانتاج بتسق فيه بتقول له لأ خد وسوى المنتج ده وبعد ما تسوقوا سددلي النهاردة انت عملتلي اعاق والدولار ابتدى يبقى فيه ضغط على العمر الصعب دي نقطة نقطة دي دي احنا مش هنتكلم فيها لان طبعا هم بتحدثوا فيها انا خلينا يروح للمواطن اللي يهموا دلوقتي ان الخضار والفكهة هل هيرخص ولا هيغلى واحنا دخل مخبلين عشاء لرمضان ولا هل هيثبت ولا همش هيرغص لا لكن احنا عندنا سبات في الاسعار وعندنا انخفاض تدريجي ليه لان انا عندي مواسم زراعية وعندي زيادة في المعروض كل ما يقابلني زيادة في المعروض كل ما ده يعمل لي اتاحة للمنتج وطبعا العرض والطلب هو المتحكم في الاسعار والاسواق ولكن المنافذ الزابتة والمتحركة اللي احنا تحدثنا عنها من هذا المنبر منذ سنوات انا انت كنت معايا في احد اللقاءات كتيرة جدا وتحدثت وقلت رجاءا السادة المسؤولين معالي المحافظ يا سيادة الوزير رجاءا اعودوا مع الغرف التجارية اعودوا مع اتحاد الصناعات شوفوا مشاكل الحقيقية على ارض الواقع نحلها ازاي المواطن النهاردة بيعاني المواطن النهاردة في ارتفاع اسعار في كل شيء لن ننكر ده ولو طلعنا اقولنا غير كده بحنا ناس بنجذب على الناس لكن هل في حلول؟ في حلول بس نعود نعود مع السادة المسؤولين ونوضع قلية محترمة لحل هذه الازمات المتلاحقة حضرتك قبل قزمة البصل انا طلعت في وسائل الاعلام وقلت رجاءا رجاءا نرجع عملية التصدير جي ارجاء عملية التصدير الدولة استجابت ومتشكرين ولكن استجابت امتى؟ بعد ما كان البصل تصدر او الناس خزنته او المحتكرين او المستغلين طب ما احنا كان عندنا نقدر نزبط السوق ونعمل فعلا اتزان داخل السوق المصري ايضا الطماطم والبطاطس قرارات المتأخرة بالزبط انا النهاردة لازم بقى فيه استجابة سريعة من المسؤول لازم بقى فيه نوع من انواع سوى 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 سمعني بس يعني اخواتنا اخواتنا اللي بيتكلموا اخواتنا اللي بيتكلموا النهاردة احنا عندنا لازم نتكلم الناس المحترمة اللي بتتكلم لازم تبقى فاهمة الخضار والفاكهة سلع مصرية بتزرع في مصر ما عندش ازمة فيها انا عندنا اكتفاء ذاتي بل بالعكس بنبشر الناس في انخفاض في الاسعار وفي سبات في انتجات كانت قبل كده مرتفعة لازم الناس تفهم هذا الكلام